ماب بيريد من بلاكوبس 2 زومبيز جاي على بلاكوبس 4 بالبلاكاوت وعلان الحزمة القادمة ممكن يكون اليوم فتابع الفيديو لتعرف التفاصيل موسيقى تاركو حار شباب معكم شاركي يال شاركي كيف جاركو فيديو جديد طي شباب بكم حد يحكي بشار انت معساس القناة الثاني خاصة للزومبي في شوي تغيير بالخطط نوعا ما للحين ما ادري شو اللي ابي سويه الصراحة ممكن القناة الثانية اخليها للبثوث المباشرة وشرحات الزومبي يعني لما ينزل ماب يكون فيه 60-70 شرح اعود اساوي لكم درع تطوير الدرع كهرباء الاشياء الاشياء هي كلها الفرعية احطها بالقناة الثانية مع البثوث المباشرة وهون خلي الفيديوهات الزومبي الرئيسية لانو الفيديوهات الشروحات عادة تقتل مشاهدات القناة لما حملت 20 فيديو شرح عن نزول البلاك اوبس 4 سنت بعدين اما حمل فيديو مهم ما يجي مشاهدات ابدا لانو الناس صلهم اسبوع يجي لهم 20 اشعار مني فخلاص يعني معت هالشي المهم فممكن القناة الثانية يخليها للشرحات لما ينزل ماب زومبي ونفس الوقت للبثوث المباشرة ممكن ارجع المتعود عليه اخليها القناة فقط للاخبار والزومبي كلها على القناة الثانية للحين ما ادري صراحة بس انو ممكن في ماب زومبي قادم اليوم فقلت لا خلني معلومات الزومبي والحزمة وردة الفعل اشياء كلها خليها القناة الرئيسية خلنا نخلص من الحزمة بعدين نشوف شو رح نسوي اوكي فنرجع ل موضوعنا اول شيء ماب الزومبي القادم او اعلان الحزمة القادمة لبلاك اوبس 4 اللي يمكن يكون فيها ماب زومبي واحد او مابين اذا مابين رح يكونوا نيوك تاون زومبي وماب بالاغريق لقصة الفوضى فالمهم المفروض يكون اعلانهم اليوم الثلاثاء قبل باسبوع النزول لكن متوقع نزولهم الاسبوع الجاي يوم الثلاثاء اللي هو رح يكون تاريخ 19 اللي هو قبل بيوم واحد او عفوا بعد بيوم واحد من انتهاء الباتل باس او السيزن اوبوريشن زيرو تبع الملتيبلاير اللي ما يدري ماب داد اوف دا نايت ماب الزومبي نزل مع ال اوبوريشن هاد بنفس اليوم فجدا متوقع يكون نفس الشيء مع ماب الزومبي وتحديث البلاك اوت ومابات الملتيبلاير الحزمة كلها تنزل مع السيزن القادم فاذا ما شفنا اعلان اليوم ممكن نشوف اعلان يوم الخميس اذا ما شفنا اعلان الخميس شكلهم ما رح يعملوا اعلان وراح يكوننا في نظام داد اوف دا نايتين زل ما نشوف اول مرة باللعب بدون اي حماس بدون اي شيء اتمنى هالشيء ما يصير بس نستنى ونشوف طيب وكاثبات على الكلام هاد انه فعليا في تحديث قادم تركة حطت هالصورة احسابها على تويتر او هالفيديو البسيط فما ادري هل مبين انه تلج انا شايفو تلجة صراحة ولا صورة من بعيد والرمال اللي مبينة شوي لونها افتح ما ادري ممكن يكون تلج فماب البلاكاوت يكون فعليا تلج بس المهم الاشياء الغريبة انه في علامات حمراء على كل الماب البلاكاوت في اشارات حمراء بكل مكان وفي اكس كبير على منطقة تورباين طيب هالعلامات الحمراء نفس اماكنها في اشياء حطوها الشركة من اسبوع مثل عصايات عليها ربطة لونها اصفر من تشرب بماب البلاكاوت بكل مكان حتى الشركة نفسهم غيروا حسابهم عن تويتر وحطوا صورة هالعلامات ففي شي رح يصير ما ادري ممكن يكون بهالعلامات كلها في اماكن جديدة في اشياء جديدة والله للحين ما ادري بس ممكن تكون هالأماكن كلها خنادق تحت الارض تودينها لمكان معين لانه بمنطقة تورباين حاطين عليها اكس في هالدائرة طلعت من بين الرمل متل مشايفينها هاي جديدة ما كانت موجودة قبل ما كان حاد شايفها قبل فطلعت جديدة ضفوها من اسبوع الشركة مع العصايات اللي عليها ربطة صفرة ضفو هالشي فهذا الشي بس تحطوه على برنامج على الكمبيوتر يطلع صورة واضحة بدون الغبر اللي عليها رح يطلع شكله قدامه رح يطلع شكله متل مشايفينه قدامكم حاليا متل دائرة وفي هجواتها متل شكل لولبي هذا الشكل بالضبط بالملي بالسانتيمتر عنا بماب بيريد ببلاك كوبس 2 زومبي نفس الشكل بالضبط ومو موجود هالشكل باي مكان ببلاك كوبس لا بالمولتيبلاير ولا بالزومبي الا ببيريد بماب بلاك كوبس 2 حاطين علي مارت كل الماب منتشرة هالعصايات اللونها اصفر والماب واضح انه رح يصير تلج من الصورة انا شايفها فممكن فعليا الماب يصير تلج وخندق تحت الارض والوحيد المكان الدافي بيريد مدينة متونة تحت الارض ممكن مشوف هالشي وكمان فيه كمان شكل دائري بمنطقة قريبة نفس الشكل الدائري تبعا ماب بيريد بس نفس حجمه اصلي بس الرسوم اللي جواته كمان منبينة شي غريب مو نفس تبعا ماب بيريد فنفس الشي هاي لو بتشوفه بشكل اوضح رح تلاقي هاي الساعة عنا اياها بماب بلاك كوبس 3 الماب كان عبارة عن ريماسترد لماب ستاندوف من بلاك كوبس 2 بايه بجدا وارد تكون منطقة جديدة هي عبارة عن ماب الملتيبلاير البلاك كاوت عبارة عن كل ميكس من مابات ملتيبلاير من اجزاء بلاك كوبس قديمة فشي جدا طبيعي انه نضيفوا ماب ملتيبلاير وكمان ماب محبوب ماب ستاندوف كان من المابات المعروفة اللي يحبوها الناس نضفوها على البلاك كاوت لشي للملتيبلاير ولشي للزومبي يضيفوا ماب بيريد تحت الارض وهالاشارات المنتشره حول الماب اكيد لها معنى لها شي انه خنطق تحت الارض لانه لو فعلا ضفوا بيريد لازم يكون تحت الارض ما رح يكون مكان عادي لانه بيريد مدينة متفونة تحت الارض فانه يحطوا بيريد مكان عادي كمدينة ما رح ينفح الشي بايه شباب نستنى ونشوف اليوم بالليل اذا في اي شي انا صراحة عندي دوام بالجامعة اليوم فممكن اتأخر شوي لارجع المهم اذا رجعت قبل لايعلن على اي شي رح يساوي بس مباشر اذا رجعت متأخر رح اصور فيديو واحمله على طول على اليوتيوب فان شاء الله يكون في اعلان يا رب يكون في اعلان من بيساوي نفس حاليا اكتيفيجين ما عندهم غير البلاك اوبس فما ادري ليش ما يعملوا الماركيتنج لكل اطوار مو بس البلاك اوب نستنى اليوم ونشوف فايه شباب اتمنى لا تنسوا تم الفيديو بزر اللايك وشتركونا بالكومنت شو رائكم وبس كان مكم شاركيا وشتركو كيش كم ديها التاني ان شاء الله مع السلام موسيقى